اشتركوا في القناة والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج وعرف المؤتمر مشاركة 30 دولة وهيئة الامم المتحدة و3 منظمات اقليمية في مسعى مشترك لتخفيف حدة التصعيد في غزة وحماية المدنيين وفتح ممرات امنة والسماح بادخال المساعدة الانسانية وفي هذا الصياق قالت مصادر دبلوماسية عربية لشبكة سينان انه لم يصدر بيانة ختمية عن قمة القاهرة للسلام في العاصمة المصرية اليوم التي هدفت لاحتوى تداعية الازمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكرية بين الاسرائيليين والفلسطينيين واوضحت المصادر لسينان ان عدم صدور بيانة ختمية عن القمة كان معروفا بشكل مسبق قبل انعقادها تقديرا للخلافات المحتمى ظهورها بين القادة والاطراف العربية والغربية المشاركة في الحدث وذلك نتيجة لاختلافهم حول المفاهيم والمواقف السياسية من اطراف النزاعة حيث ان الاوروبيون يريدون فرد ايدانة حماس وتحميلها المسئولية والعربية يرفضون ذلك وقالت المصادر ذاتها انه بناء على ذلك تم الاتفاق على الاكتفاء بالبيانة الصادر عن رئاسة القمة ممثلة في الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء